جيل الثمانينات جيل الطيبين لازم نقول القلاف اليوم إذا بنت موجودة في السيديو فهي من عائلة القلاف يعني ترى من الصدفة عشان الناس لا تقول مراحل اليوم حلقة القلاف عشان تعكون لنا قلاف إنجاز عسى الله يوفقكم إن شاء الله ونورينا داخل السيديو إيمي كلمين عن بدايتكم وشون يتلكم الفكرة إحنا كبداية طبعا نقروب كنا نشارك كذا قروبات وشفنا أن التراث بالأساس مندثر ما حد قام يهتمنا مثلا لو نقول يلا نحن نسوي معرض تراثي حق الشباب طبعا نجيل هذا رح يقول أوكي معرض صلحت رح يقول معرض شياب ما حد رح يلتفت لا قلنا خلاص نحن نسوي معرض هذا ونبي في فنانين وصحفيين عشان نلفل نئيون لما نحن يعني كان في جهة نسوينها معرض يعني مثلا الجهة الثانية يكون فيها أغراض ما أغراض والجهة الثانية كلها تراث فأول ما يدشون المعرض هو مضطر يلفها اللفها اي لا مضطر لازم أول ما رح يشوفون او شن نقعد هناك شنو موجود يشوفون هناك مثل تراث ما تراث فيها شاركة مدارس وشذي وشذي سوانا فيها نس دورة على التراث جاسم نبي نتحمق أكثر في فكرة جيل الثمانينات جيل الطيبين وهذا المعرض نبي نتعرف أكثر عن فكرتها وليش اخترتها وبالذات الثمانينات طبعا هو جيل الثمانينات لأن أساسا جيل الثمانينات كان ماضين جيل الطيبين وجيل المستقبل المطيبين نحن نختار طيبين والمطيبين كلهم طيبين نحن قررنا أن نحيي تراث الكويتي القديم ونحيي تراث أجدادنا وأيضا أن نعرف الجيل الحاضر اللي هو جيل الآيباد مثل ما يقولون على تراث الكويتي الطيب ومثل ما قالت إيمي يعني التراث الكويتي أساسا أو يعني بشكل عام التراث قام يندثر خصوصا بحضور التكنولوجيا وغيرها من هالأمور فعشان شي احنا حبينا أن نطرق حد هالموضوع بشكل عظيم أنا جاسم عندي سؤال شوي غير طبعا أقدر أقوله أنت ما شاء الله موديل وفاشن ولبس مرتب حبي الله يخليك شون تقدر أنت توظف هالشي بهذا المعرض اللي هو قزك إنه اللوك اللوك أيوة اللوك والله هي مو شغلة طبعا سهلة يعني أنا حتى في فترة من الفترات حبيت أقدم لبس التراثي اللي هو اللبس القديم كامل زاد أني أطعمه بالأمور اللي هي الموديل يعني مثل قديم مع اليديد حيلا كانت الفكرة حلوة بس إنه كانت شوية صعبة وأتوقع أنه إن شاء الله لي بالمستقبل بهالمجال إن شاء الله إن شاء الله أيمي هل تتوقعين يعني إقامة هذه النوع من المعارض هي اللي قادرة أن هي ترد إعادة إحياء التراث لكويتي هل الرسالة ممكن أن يتوصل من خلال هذا المعرض؟ هي أكيد توصل لأن صحة كانوا المشاركين فيه باحثين تراثيين ومؤرخ طبعا نوجه لهم تحية يعني من بعدهم مشاركتنا معاننا صار حين عندهم تيم إكسبو نايس إكس فايف يعني صار شيء يعني الناس قامت تروح له يعني أوكي صج كان الإقبال فيها شوية بس لا بعدها قمت تشوف لا والله يعني فيها التراث وتراث فالناس قامت تعالتوا يعني شن التراث شنو فيه مثلا حابلنا نستطلعون دي بفترة نايس إكس فايف كان مسوي معرض تقنيات ومنطقات كويتية قديمة لا يعني أهمها خلاص إننا صار وإننا نمتين مزرور خط واحد هل مرة في مشاركة لأنهنا ما شاء الله عندهم أسامي وايد هي أسامي وايد مشاركون وياكم من ضمن هذه الفعالية أو هذا المعرض فيلم كلمنا عنها جاسم وشيء فكرة الفيلم فيلم التوبة فيلم التوبة طبعا هو فيلم توعوق صغير يتكلم عن الحداث اللي صارت بالكويت الحداث الإرهاب اللي صارت بالكويت تحديدا مسيد الإمام الصادق صلى الله عليه طبعا إحنا حبينا شارك هالفيلم لو بمجال صغير بس عشان نوصل رسالة حق الكويتين والعالم كله إن طريق التوبة أو طريق الإرهاب ممكن أن أنت توقفه وتتوب منه وما تكمل فيه يعني ممكن تطريج أنت حتى لو كان غلط تكمل فيه وتهلك نفسك وتهلك المجتمع تقدر توقف بحد مؤين باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح نعم صحيح يمكن كانت لك عدة مشاركات تطوعية في مختلف المجالات نقدر نقول مختلف الغضايا اللي أنت قادر أن أنت تأخذينها وتخوضينها سواء كان تطوع وغيرها كلمينا عن مشاركاتك مشاركاتي كانت شاركت بماراثون قادر الإنسانية بمناسبة حصولها على اللغة وشاركت همل مع مجموعة نفحل الأمل التطوعية من السعودية قدموا لي دعوة أني أشارك معهم حق ماراجان لذوي احتاجات خاصة في تبي وشاركت يعني كذا أشياء مثلا معارض أخل نقول عقارية معارض شبابية هل حب التطوع اللي قايا خليتش تشاركين في هالمعارض؟ أكيد حب التطوع لأنه أول شيء كسب الخبرة وثاني شيء هم من العلاقات يعني أنا أحب صحة أني أكسب علاقات لأنه أنا مجالي إدارة عمال فيعني لازم أني أحب أن أشوف شيء يديد يعني مهم لازم أن يكونوا مثلا نبس بالكويت لا أبي أتعمى أكثر أمتاز زين أنا ما أخذت رائج في موضوع فيلم التوبة أبي أتكلم عن أنت شون شايف أنه ممكن فيلم التوبة يساهم في نجاح معارض نفس خاص في موضوع التراث التوبة؟ الفيلم؟ الشارك في موضوع التراث؟ لا فيلم التوبة حين سمعنا لا أبي رايش في الفيلم يعني فيلم التوبة يراي فيه أن يعني إحنا أول ما صوينا الفيلم أنا استغلت من ردة فعلت لكي نتشاهد مرة تمعين الفيلم لا 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 أنا مغاطن كلش لا أنت مساعد المخرج بعد أنت مساعد المخرج يعني أنا أول كان أول بدايتنا أول ما صار التفجير يعني صحة الفيئة اللي كانت تستهدف وأن صرحت تطالع هالأيام صرحت فئة المراهقين لأنهم بسرعة يتأثرون بالشيء كانت فكرتنا أن أكي لا يتبعون مثلا خطوات الشيطان على مثل هالشيء لأننا أول شيء رح يضيع وطنه ثاني شيء رح يضيع عمره على أشياء يعني هذا عمل إرهابي وما لا دين يعني هذا إحنا قايتنا أنه يعني أمل أن يشوفون الفيلم أنه في مجال التوبة من شيء إحنا حطينا توبة على أساس أنه لا يلجؤون حق الشيء تمام يمكن لخصتوها كلها من خلال هذا المعرض معرض وفي فيلم قادرين أنتوا توصلون فيه رسالة وبالأخص لجيل الشباب جاسم إذا بتكلم عن أكيد فيه صعوبات كانت تتواجهكم يعني أثناء ما كنتوا تحطون الفكرة تبلشون فيها التعاونات اللي كنتوا وتتعاونونها مع شخصيات لها في هذا المجال شون أكثر شيء واجهتم والله أختصر لك طبعا الصعوبات كلها بكلمة واحدة اللي هي الإجراءات إحنا نبدأ مثلا نسوي مؤتمر ولا معرض أو تصوير عندنا الإجراءات وائد صعبة وائد مصعبينها لازم عندك قضاء عن شيطان اللي هو سيدة إجراءات المعرض تأسيس المعرض وإقامته يعني إيه مثل إذا كنا يعني بروح نقدم مثلا على المكان مثلا كمعاملات يعني يعني كمعاملة لها مثلا نبي التصاريح رح يقولت مثلا غدمي من هنا مثلا أوكي قدمنا من هنا نروح مكان ثاني لا نروحي هناك يعني الإجراءات تطول يعني ما تأخذين ممكن أنت تنسين شنو تبين يعني ناسي ليش أنا يايا بسوي معرض ولا يسوي شيء ولا شنو بالضب أنتوا أكيد لمن حاولتوا تسوين هذه الفكرة قدمتوها حق جهات حكومية وجهات خاصة للدولة شون شفتوا ريأكشن وردة فعل هذه الجهات من ناحية الدعم الخاص للدولة ريأكشن كان حلو يعني بالعكس كانوا يساهمون إلينا ويعطونا حتى قالوا إذا تبقوا يساهم معاكم بفكار أو مثلا الدعم أو شيء شيذي بالعكس كان ريأكشن منهم واي طيب وحنا يعني واي حبين هالمساعدة إن شاء الله طيب إيمي إذا نبي نعطي أن الناس تفاصل أكثر عن هذا المعرض وين راح يكون هل ممكن أنه ميون أي حد يقدر أنه يزوره مدته والوقت تفاصلنا أول شيء المعرض هذا يعني متحق الكل صحفيين علاميين ناس عادية فعادي لأنه إحنا قايتنا أنه يلتفتون حق هالمعرض أنه التراث يعني لازم أنه أوكي أنا أشياء أدادنا أقل لنا إياها خلنا نعتبر أنه كنز نقول أوكي شون أنا بوصل لها الرسالة حق جميع الفئات أنه لازم إنه يون يعني إحنا هم نفكرنا إن شاء الله أن نسوي المعرض بره لكويت مو بس داخل لكويت أنا يعني حاب أني أوصل دول أوروبية لأنه شكت أنه أكثر الغبار ترا صراح الأجانب يقول مثلا شون هذا أنا أحبت أن نعرفهم حق هالشغلة يعني إن شاء الله إن شاء الله أنه راح نسوي بره إن شاء الله والله أنت لو تزون حق السفارات اللي بالكويت ترى الناس اللي موجودة في الكويت تزون حق السفارات اللي موجودين داخل الكويت يتمنون لما يروحون لمباركية أصلا شفتش يصير فيه صح هم ناس باحثين يحبون يتثقفون من ناحية تاريخ هذه الدولة ففرصة أنه ممكن يكون إذا تحسبوني على الفكرة أدن أمي الجلاف يعطيك العافية أيضا جاسم جوهر شكرا أنا أحضركم اليوم تواجدكم أحصى وفكم في المعرض شديد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من خلال برنامج رايكم شواب أنا ويا إسرار وأترك النهاية وياك لكن بقول آخر شيء أن اليوم الحلقة أنا و جاسم بس الوحيدين للشواب اللي فيها غير شديد البنت هي اللي خدت الكاس هكي نلقاكم على خير على نفس الموعد مع السلام نعم شكرا موسيقى موسيقى موسيقى